القصة تبدأ منذ الرفض الأول والتحدي الأول بين لوسيفر وبين الله عز وجل جل جلاله وإذ قلنا للملائكة ازجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين فكان شكل حركة الرفض هي القفز نحو العلو ثم الدوران مع حركة نفض اليدين مع الرد خلقتني من نار وخلقته من طين ثم تم طرده من السماء فنزل مدحورا واضعا يديه على صدره شاخصا ببصره للسماء وهو يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فكان الرد من الله جل جلاله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فكانت مرحلة تعاون إبليس مع البشر هي عقد اتفاق رضا وقبول من قبل الإنسان وتوقيع عقد بتسليم إرادتي لحامل النور على مدى مراحل البشرية فكانت في عصرنا 1776 حركة النوراني على يد وايس هاوبت وهي مشتقة من كلمة لوي سيفر حامل النور الذي يشع منه الضوء أو حملة النور المتنورون أو الإلوميناتوس تتبعهم ثلاث مدارس رئيسية خرجت كثير من القادة والرؤساء والمؤثرين والثوريين والمشاهير الذين يتبعونهم بشكل مباشر منها مدرسة جوردنستون في سكوتلندا وهي التي درس فيها الأمير فيليب زوج ملكة إنجلترا إليزابيت الثانية بتدبير من عمه اللورد لويس مدرسة سالم في ألمانيا ومدرسة أنفريتا في اليونان الهدف تدمير المجتمعات وخلق حالة من الفوضى وتفتيت روابط الأسرة عبر نشر ثقافة الطلاق والنسوية وتغيير أنماط الخلق الفطرية الطبيعية ونشر الشدود وإيصال الإنسان للفقر واليأس ليصل إلى عبادة الوسيفر هم من أنشأوا فكرة الشيوعية لنشر الخراب والإلحاد بالتعاون مع كلينتون روسفيلت وشارلز دانا ودعم كارل ماركس وهم من أنشأوا النظرية المعاكسة للشيوعية على يد البروفيسور كارل ريتر ليقسم المجتمعات بين الماركسي والمجتمع المعادي لها وفيما بعد نشأت فكرة النازية على يد فريدريك وليام وهو أيضا من أتباع النورانيين لتتولد الحربين الأولى والثانية كما كان مخطط لها من الشيطان الوسيفر لتدمير أوروبا والعالم المسيحي وفي عام في 1834 اختار النورانيين الثوري الإيطالي جوزيبي مازيني مدير البرنامج إدارة الفوضى في العالم وهو من جند الأمريكي أو الجنرال الأمريكي بابك والذي يعود له الفضل في رسم هيكلة الماسونية بشكل جديد أسس ثلاث مجالس أطلق عليها البلدية المجلس الأول في تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية الثاني كان في روما إيطاليا والثالث في برلين ألمانيا يتبع لها 23 مركز حول العالم حتى هذه اللحظة المشهد الصاعق أن هناك محافل سرية جدا لدرجة أن الماسونية نفسها ومن ينتسب لها غير مسموح لهم الاطلاع عليها فبدأت خطتهم الأولى بالنجاح والتي تحمل الرمز المكون من ثلاث كلمات شيوعية نازية صهيونية فكانت لدينا الحروب العالمية التي مكنتهم من تدمير الجميع والتحكم بهم في الحربين الأولى والثانية في الثالثة سيتم تدمير العالم الإسلامي بشكل كبير تحت مسمى أرمجيدون وإيصال الشعوب إلى حالة اليأس المطلق وفقدان الطعام والأمان ليجعل المسلم يقول أين الله من كل ما يحدث ثم نقدم لهم إله من عندنا يخرجهم من كوارثهم الإنسانية وهم يطلقون عادة على الله لفظ أدوناي إله الظلام الذي يعشق رؤية ألام البشرية وعلى إبليس إله النور والخير الذي يكافح من أجل الإنسانية وهو الإبن الأكبر لله وسيتحكمون بالجماهير عبر كسر الشعور الوطني والانتماء عبر موجات اللجوه فلن تجد بعد أي إنسان يحل الوطن إلغاء مبدأ العائلة والتكاتف داخلها وإلغاء شريعة الزواج الطبيعي وإلغاء عبادة لله وإحلال عبادة الشيطان محلها والهدف بعد الحروب والتجوع هو أخضاع الأمم ومحو أي عقيدة توجه البشر للإيمان بالله أو بالروح أو باليوم الآخر وسجن شيوخ الدين الذين لديهم عقيدة صحيحة وترك الشيوخ الذين يبحثون عن المال والشهرة لينشروا عقيدة التميع ولا يمانعون دوما من إحلال الحروب المجتمعية وتغذيتها كما رأينا وسنرى في بلاد العرب وكل من يتبعهم ويمتلك معلومات عنهم أكثر من اللازم يقومون بالتخلص منهم مباشرة كتب أدبون بوريك عبارة كل ما تحتاجه قوى الشر هو أن يمكث أنصار الخير بدون عمل ما انتهاء إيمانك باليوم الآخر ووقت الحساب يجعلك تتحول لوحش في الدنيا لا تخضع للقانون ولا تخشى العقاب وتبدأ بالبحث عن الشدود الهرم يرمز للخطة التي تنوي تدمير الكنيسة الكاثوليكية وإقامة حكم الوسيفر المطلق العين ترمز لوكالة التجسس على نمط الجستابو الكلمتان المحفورتان أعلى الشعار تعنيان مهمتنا نجحت والكلمات المكتوبة من الأسفل تعني النظام الاجتماعي العالمي الجديد وتبنته الماسونية بعد دمجها في الجهاز النوراني بعد مؤتمر في المثبات أكثر المنظمات العالمية المشهورة تخضع لهم مثل الأمم المتحدة حقوق الإنسان الصليب الأحضر الهلال الأحمر نظمت العفو الدولية ومنظمت الصحة العالمية وإلى آخره من المنظمات ينادون بعضهم داخل منظماتهم بالأخ ويؤدون التحية بالقبض باليد على الصدر وترق القلب أكثر من مرة يتخلصون من أتباعهم الكبار بالخنق عبر الخيط العدو الأول لهم هو القرآن الكريم لسببين واحد لأنه يشرح خطط إبليس بدقة متناهية يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ثنين لأنه يملك رموز إبطال السحر سحر الوسيفر يكفيك أن تدخل مجمعاتهم السرية وأن تتلو آية الكرسي ستجدهم يصرخون وكأنهم يحترقون لذلك يبتعدون دوما بعيدا في الغابات عندما يقدمون القرابيل للشيطان يعتمدون في حجماتهم مبدأ الصدمة ومبدأ التحطيم النفسي ونشر الجوع ونشر الفوضى يتبع للجزء الرابع